في ذكرى السابع من آب عبر أطراف ذاك اليوم عن أرائهم كل على طريقته على تويتر فغرد أن نائب جميل السيد الذي كان يوم ذاك يشغل منصب المدير العام للأمن العام شارحا في سلسلة تغريدات ما حصل فكتب سبع آب دعا العونيون لمظاهرة قرر مجلس الأمن المركزي برئاسة الوزير لياسر مور حفظ الأمن كلف الأمن العام مراقبة مداخل بيروت وكلف الجيش والأمن الداخلي بالأمن بزاحة العدلية حضر المتظاهرون واجهته مكافحة مخابرات الجيش بعنف وأوقف بعضهم علنا بالصوت والصورة لا أكثر ولا أقل وتابع السيد تغريداته بالقول السوري لم يغادر بسبب سبع آب ولا بسبب أي معطن لبناني داخلي مؤامرة اختيال الحرير هدفها إخراج سوريا والقضاء على المقاومة والسيطرة على الدولة اللبنانية أما الحرك العوني فكان منذ البداية من ضمن النهج الاستقلالي الخاص بالعماد عون سبع آب نحن منحكي تاريخ غيرنا سياسة وللتاريخ غازي كنعان يومها كان في غداء عند المقاتب العبادية وكان الحاضرون متنوعين وانتقد ما سماه يوم ذاك القمع لأنه كان على خلاف مع الرئيس الحود ومعنا أهوى شي علينا حتى بظهر السوري بس نحن منحكي اللي لنا ولا علينا نحن مش أهل الحريرة ولا جملات بينما رئيس الطير وطن الحر الوزير جبران باسيل الذي كان يوم ذاك بين المتظاهرين فغرد كاتبا بين الثلاثاء السابع من آب 2001 حين اعتقلونا في أثناء اجتماع الهيئة العامة للتيار والثلاثاء السابع من آب 2018 حيث نجتمع كأكبر تكتل نغير ولا نتغير كنا متهدين بتهمة العمالة فحررنا لبنان من الوصاية واليوم متهدون بتهمة العمولة وسنحرر لبنان من الفساد كنا مناضلين بالشارع ورح نظل مناضلين بالحكم كذلك غرد عدد من نواب ووزراء التيار حول هذه الذكرى بينهم النائب زياد أسود كاتبا آن الأوان للاعتذار إلى شعب حر كشف حقارة مسؤولين تجلت أفعالهم في التاسع من آب أمام العدلية والشروحات السياسية للبعض منهم تزيد في الإدانة لسلوك مجموعة مرتزقة في ممارسة حكم مسلوب الإرادة والحرية في وجه شعب لا يزال يقاوم العهر والنهبة والعمالة ترجمة نانسي قنقر